لا يزال شراء الوقت الانتخابي في إيران تجارة رابحة للتيار المحافظ ومقلقة للتيار الإصلاحي فحتى تمديد مجلس صيانة الدصور لمهلة دراسة ملفات المرشحين الثمانين للانتخابات الرئاسية لم ينجح في رسم أفق واضح لهذا المعسكر معسكر يذهب إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثامن والعشرين من يونيو المقبل بهدفين تعزيز حظوظ الوصول إلى السلطة وتحقيق ولو شكل رمزي للتغيير المنشود يقال في إيران اليوم إن المنافسة الرئاسية محصورة بين المتشددين وأن الأكثر ولاء للمرشد علي خامنئي سيكون الرئيس المقبل خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قناعة تلقفها الإصلاحيون بإنجاز قائمة مرشحين ينتظر أن يوافق مجلس صيانة الدستور على أحدهم قبل الثالث عشر من يونيو الجاري غير أن أزمة الثقة التي هيمنت على أجواء الاجتماعات التحضيرية لهذا التيار تشكل عاملا إضافيا لضياع حظوظ الإصلاحيين في الخرق الرئاسي مرة جديدة يصف المراقبون الإيرانيون الأسماء المرشحة للتيار الإصلاحي بغير المنسجمة وغير المعبرة تماما عن التوجهات المتينة للتيار في مقاربة شؤون الداخل الإيراني في صيغته الحالية هذا عدا عن حالة تردد أصابت كثيرين منهم في لحظة تسجيل أسمائهم للسباق في المحصلة رست قائمة الضرورة للإصلاحيين عند أسماء عباس أخواندي وإسحاق جهانجيري ومسعود بازكشيان وكلهم مرشحون بلا حظوظ وفق التوقعات لأن خيار البدائل سيكون سيد الموقف فأصوات إصلاحية برلمانية بدأت الترويج بالفعل لدعم كل من رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني كمحافظ معتدل والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي المحافظ المتشدد شرطة تبنيهما لخطاب الإصلاح والاعتدال والكفاءة